على الرغم من الدعاية الحكومية والترويج لجولتين الترخيص الخامسة والسادسة في استثمار الحقول النفطية العراقية إلا أن هناك انعكاسات سلبية كبيرة لتلك الجولات التي شملت 12 محافظة وبعدد 29 حقلا ورقعة بسبب شمول أكثر من 80% من أرض العراق بالاستكشافات النفطية وهو ما يعني عدم قدرة الأجيال القادمة على استثمار أرضهم في جولات جديدة واستنزاف الخزين النفطي للبلاد مراكز اقتصادية أكدت أن جولة الترخيص للحقول النفطية في العراق ستثقل وتؤثر مباشرة في الموازنة العامة للبلاد مبينة أن العراق يخصص من موازنته نحو 10 مليارات دولار سنويا ككلف لشركات نفطية ويتمثل بحدود 10% أو أكثر من الموازنة المراكز الاقتصادية أكدت أن الكلفة النفطية ستتضاعف بسبب كثرة الحقول النفطية في هذه الجولة كياسا بالحقول القديمة في حين أن الأسعار العالمية للنفطي ستبقى بالمعدل نفسه وهو ما يشي بوضوح إلى أن الإرادات تبقى ثابتة مع زيادة حجم الانفاق خبراء في المجال النفطي انتقدوا لجوء حكومة السودان إلى الشركات الأجنبية بدل المحلية في جولة التراخيص ولسيما أن بعض الحقول المعروضة هي رقعا استكشافية في حين يمتلك العراق شركة استكشافات نفطية أسهمت بنحو 98% من الاستكشافات النفطية مؤكدين أن سوء تخطيط الحكومات وفساد أحزابها أضر بالمواطن وأبعد العراق عن الاعتماد على جهوده الذاتية وحرمه من تشغيل الأياد العاملة المحلية ومما يؤشر أيضا في أثناء جولة التراخيص أن معظم الحقول هي نفطية في حين لا يحتاج فيه العراق إلى زيادة الانتاج النفطي بل زيادة الاستثمار في الحقول الغازية والحقول الحدودية وهذا يعني استمرار اعتماد العراق على الاقتصاد الرائعي بعيدا عن الاستثمار في المجالات الأخرى في خطوة رأاها مختصون أنها تمثل ارتهانا عراقيا دائما تحت سطوة إيران في مجال الغاز والطاقة